اشتركوا في القناة وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وتحدث الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة خلال جلسة حوارية بحضور عدد من المسؤولين والخبراء في القطاعين العام والخاص والأكاديميين ووسائل للعلام تحدث حول تعزيز الشراكات في مجال التنمية المستدامة في المنطقة العربية وشمال إفريقيا عن دور مراكز الفكر في التنمية الحضرية المستدامة وقال الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة إن هناك 103 مراكز فكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس من بينها من يتناول قضايا التخطيط العمراني وضرب رئيس مجلس الأمناء مثالا من مملكة البحرين حيث يعتبر القرار الأخير الخاص بالحد من استخدام أكياس البلاستيك قرارا منعوما بالتحليل العلمي وهو ما يؤكد الدور الحيوي للمراكز الفكرية في صنع السياسات وأشار إلى أن التنمية الحضرية المستدامة تعاني من تحدي نقص البيانات المتوفرة للباحثين ووضع السياسات بسبب نقص الموارد البشرية والمالية المخصصة لذلك في عمم المنطقة وألفت رئيس مجلس الأمناء إلى أن مركز دراسات وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي وبرنامج المستوطنات البشرية قدم التمويل لإعداد تقرير حالة المدن العربية 2020 مضحا أن موضوع التقرير يركز على التمويل المستدام للبنية التحتية والذي تظهر أهميته الراهنة في مناطق الصراع والمناطق المتعافية ما بعد الصراع